لم يكن عام 2003 هو بداية تدمير العراق وجيشه بل سبقها أحداث أخرى ساهمت بما وصلت إليه البلاد اليوم 30 عاما مضت على عاصفة الصحراء أو بما يعرف عند العراقيين بأم المعارك يوم احتشدت أمريكا لتدمير العراق وكان الهدف المعلن حينها إخراج الجيش العراقي من الكويت حيث تم للتحالف الدولي ما أراد انسحاب الجيش العراقي المكشوف وتعرض إحدى قوافله المنسحبة للإبادة لم يكن أفضع الخسائر خلال أربعين يوما من القصف بأكثر من مائة ألف طن من المتفجرات واليورانيوم المنظب أدى إلى سقوط مائة ألف قتيل وجرح ثلاثمائة ألف جندي وأسر ثلاثين ألفا آخرين كانت عاصفة الصحراء بالفعل مقدمة لخسارة العراق مقدراته العسكرية وتدمير بنيته التحتية ومنشآت تكرير وتوزيع النفط والموانئ ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتصفية المياه كما جمد مجلس الأمن الدولي الأرصدة العراقية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين نتيجة الغزو المقدرة بـ 52 مليار دولار لكن أشد أثار الحرب تدميرا للعراق تجلت في مضاعفات الحصار الاقتصادي الذي فرض عليه والتي حولت نظام العقوبات إلى حصار شامل وقاس دام لأكثر من 13 عاما أدى إلى موت أكثر من مليون طفل عراقي نتيجة لسوء التغذية وضعف الخدمات الصحية لكن الخطأ الأكبر الذي ارتكبه العراق بخلاف قرار غزوه الكويت بحسب صحيفة دايلي تيليغراف هو عدم مسارعته للحصول على شهادة من الأمم المتحدة بأنه أصبح خاليا من أي مخزون من أسلحة الدمار الشامل وبالتالي رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليه وهو ما لم يحدث رغم أن المفاتشين الدوليين شاهدوا بأعينهم التخلص من كميات هائلة من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وهي الحجة ذاتها التي مهدت للاحتلال الأمريكي لبريطاني للعراق عام 2003 ما جرى في ذلك العام لم يكن يتعلق بغزو العراق للكويت أو امتلاكه أسلحة دمار شامل أو علاقته بالتنظيمات الإرهابية أو اتهامه بقصف مدينة حلبشة رغم ثبوت قصف إيران لها لاحقا كل ذلك يؤكد زيف تلك الادعاءات وأن هناك خطة مبيتة لتدميره والقضاء عليه ترجمة نانسي قنقر